على الرغم من أن الرجل يقابل نساء عديدات وقد يحب الرجل أكثر من مرة وربما يتزوج أكثر من مرة لكن هناك دوما امرأة لم ولن ينساها الرجل حتى لو انتهت علاقته معها بالانفصال فهي دائما في عقله وفكره ويتذكر ذكرياته معها بأدق تفاصيلها وكم يتمنى لو عادت بين يديه مرة أخرى كي لا يفرط بها أبدا وفي الغالب نجد بعض الرجال لم يشعر بقيمة هذه المرأة إلا بعد فقدانها في الحين يفتخر قليلون بامتلاكهم قلب هذه المرأة في حال استمرار الزواج من هي هذه المرأة؟ وما هي صفاتها؟ هيا بنا مع قناة خفايا العالم لنتغرف عليها امرأة لا ينساها أي رجل أبدا مهما عرف من النساء المرأة المنتمية هي المرأة التي تنتمي إلى واقع هذا الرجل وحياته تشاركه وتحضره في كل لحظة وتشعر بكل تفاصيل حياته من أفراحه وأحزانه وأفكاره وخططه التي لا يشعر أنها متفرجة وتراقب الأحداث بل هي من يعيش في قلب الحدث وكل اللحظات التي تمر بالرجل هذه المرأة التي تشعر الرجل بأنها منتمية إلى عالمه الخاص امرأة لا ينساها الرجل لأنها مرتبطة بجميع ذكريات حياته المرأة التي تترك له بصمة في الفراش بعض النساء يتعلق بها الرجل بسبب المتعة التي يحصل عليها في الفراش لأنها تستطيع أن تترك بصمة في عقله من هذا الجانب ولا يستطيع أن يتخلص من تلك الفكرة لأنها تكون قد أعطته كل ما هو يرغب به وكانت معه كما يحب المرأة الصبورة الرجل لا ينسى امرأة صبرت وتحملت وشاركت أحداثا وضغوطات معه بل كانت طوق النجاة والحضن الدافئ الذي يلجأ إليه في الأزمات المرأة التي ترفع عنه همومه وما الذي يجب أن تقوله بحنان وحب وتصبر حتى على طبيعته وتتعامل معه بحكمة فهذه المرأة لا يستطيع الرجل نسيانها مهما كان المرأة المستمتعة يحب الرجل أن يتشارك المتعة مع زوجته ويرضى حين تكون مستمتعة معه في لحظات كثيرة ومختلفة حتى في أدق التفاصيل وأصغر الأمور وأن لا معنى لحياتها من دونه هذه المرأة يصعب أن ينساها الرجل فهي ستجعل من كل لحظة بينهما ذكرى جميلة وممتعة تبقى للأبد المرأة الذكية المرأة الذكية هي التي تعرف جيدا كيف تتعامل مع الرجل الشريك وتتفهم أن لكل رجل طبيعته وعقله الخاص به فتعلم متى تتحدث إليه ومتى تطلب منه ومتى تصمت وتستمع وليس هذا فحسب بل وتعلم كيف تجعل زوجها يظهر ويبرز ويتقدم للأمام لأنها تدعم ثقة في نفسه وتعزز شخصيته دائما هذه المرأة لا ينساها الرجل فهي شريكة نجاح قائم ويشعر بأنه يفكر بشكل أعمق وأوضح حين يكون معها المرأة الأنثى المرأة الأنثى تجعل من شريك حياتها رجلا وكلما زادت أنوثتها شعر الرجل برجولته أكثر فأكثر فهي دون أن تحاول أن تبرز تلك الأنثى أو حتى تلفت النظر إليها من حديثها أو ملابسها فإنه يشعر بها عندما يجلس معها أنوثة داخلية حقيقية يشعر بها الرجل ولا يراها هذه المرأة يحبها الرجل ويحب رقتها ولا يتمكن من نسيانها المرأة العفوية يحب الرجل تلك المرأة فهي لا تتكلف ولا تتصنع في كلامها وتصرفاتها فيشعر أن حياته معها كتاب مفتوح يبادلها فيه الصراحة والوضوح ليكون على قدر ذلك الصفاء وتلك البراءة فالرجل يفضل أن تكون شركته بريئة وعفوية أكثر من كونها جميلة المرأة الحنونة المرأة الحنونة هي مرأة ذات مشاعر فياضة وأحاسيس مرهفة تستطيع أن تغرق الرجل في بحر من الحنان والعطف يشعر معها وكأنها ليست الزوجة والحبيبة فقط بل هي الأم أحيانا فالرجل في حقيقته طفل كبير ولكن مع فارق أن متطلبات هذا الطفل تفوق كثيرا متطلبات طفلا صغير هذه المرأة تترك أثرا لا ينسى لدى الرجل فهو يشعر بوجودها وبأنها حاضرة دائما لتمده بكل ما تملك وكل ما تستطيع المرأة القوية الضعيفة يحب الرجل أن تعلم المرأة متى يجب أن تكون قوية ومتى عليها أن تضعف ويفضل شريكة تمده بالقوة ويستمد منها الصلابة ولكنه لا يحبها قوية في كل الظروف حتى يشعر بقوته ولا يحبها ضعيفة دائما حتى لا يشعر بسلبيتها هذه المواصفات التي تتصف بها المرأة التي لا يمكن لأي رجل أن ينساها أبدا فهي تملك قلبه وعقله وروحه ووجدانه وتجعلها في نظره أجمل نساء العالم فكون أنت تلك المرأة التي لن ينساها الرجل أبدا إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تضعوا لنا تعليقاتكم وآرائكم حول ما نقدمه ومشاركته مع أصدقائكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة